موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين موسيقى منظمة سام تؤكد أن ميليشيا الحوثية أصدرت أربع مئة أمر إعدام وعالفين واثنين وعشرين عام حوثي أسود بحق الصحوثيين هيئة شورى إصلاح الحديدة تشدد على ضرورة دعم استكمال عملية تحرير المحافظة وإنهاء معاناة المواطنين موسيقى استمرار عملية الجرف العشوائي للأسماك في المهرة وصياد والمحافظة يحذرون من خطر هذه الظاهرات موسيقى 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 تفاصيل الأنباء استهلها بسم الله الرحمن الرحيم قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن أوامر الإعدام الحوثية ضد أبناء صعدة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وأضح الحميدي في حوار مع الصحوانت إن ميليشي الحوثي أصدرت أكثر من أربعمائة قرار بالإعدام ضد مدنيين ومصادرة ممتلكاتهم خلال السنوات الماضية وأكد الحميدي أن حجم المخالفات الحوثية التي ارتكبت في حق المدنيين مخيف وقال إن كل التشكيلات الخاضعة لميليشي الحوثي تحت مسمى القضاء لا يمكن الوثوق بها كونها كتيبة من كتائب المعركة الحوثية بلباس قضائي وعشار الحميدي إلى أن جماعة الحوثي تستخدم أسلحة محظورة ومحرمة بموجب اتفاقية أوتاوى وتنشط في زراعة الألغام الفردية بما تمثله من جريمة حرب وأفاد الحميدي أن هذه الجرائم قد تدفع إلى تحريك دعاوى جنائية أمام المؤسسات العدائية وقال إن المنظمات الدولية حملت جماعة الحوثي مسؤولية زراعة الألغام في اليمن كان العام 2022 عام مليء بالانتهاكات والجرائم الحوثية في حق الصحفيين وحرية التعبير وخاصة في حق الصحفيين الأربعة الذين أصدرت في حقهم مليشيا الحوثية لانقلابية قرارات بالإعدام ومضت في تنفيذها عبر التعذيب والحرمان من العلاج نتابع بجمجمة مكسورة من أثر التعذيب يودع الصحفي توفيق المنصور سنة أخرى من سني الاختطاف والتعذيب على أيدي مليشيا إيران فالحوثيون كما أكدت مراسلون بلا حدود قبل أيام يقومون بإعدام الصحفيين على نار هادئة لحق 2022 بسابقتها من السنين المصبوغة بجرائم الحوثيين يبرز جليا حين يتعلق الأمر بالصحفيين فالسنة التي ترحل دون مؤشرات على رحيل معاناة الصحفيين شهدت تصاعد الإجرام الميليشاوي الذي يريد ترحيل الصحفيين أنفسهم من الحياة وفق منهجية تعذيب تمارسها ميليشيا الموت أحد المشاهد الشاهدة على تصاعد الإجرام الميليشاوي بحق الصحفيين في العام 2022 تمثل في إشراف ما يسمى رئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين على تعذيب الصحفيين وقيامه شخصيا بضرب الصحفي المنصوري بهراوة على رأسه مما أدى لكسر في جمجمته إضافة لتركه دون علاج أو سماح بتلقيه أي رعاية صحية وصولا لإلقائه مع زملائه الصحفيين في زنازين تترجم وحشية الجلاد الذي لا يتورع عن تعذيب المختطفين بمنع وصول الغذاء والدواء ترحل سنة 2022 بعد أن شهدت سنوات المعاناة رحيل أمهات وأقارب الصحفيين ظلوا لسنوات يقفون أمام بوابات ممثلي المنظمات الأممية وبوابات القيادات الحوثية ليرحلوا بعد عناء عن الحياة وأحبابهم لم يغادروا الظلم والظلمات خلف الجدران ولترحل سنة أخرى شاهدة على ميليشيا إيران وخطيئة الخذلان قال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمنة العاصمة فهم الزبيري إن ميليشيا إيران الحوثية خصصت 200 مليون ريال لتغيير وتجريف مناهج المرحلة الثانوية بما يتوافق مع معتقداتها الإرهابية ووفقا لمركز العاصمة الحقوقي أوضح الزبيري أن ميليشيا الحوثية تسعى من خلال تغيير المناهج إلى تجريف الهوية الوطنية والنظام الجمهوري في مناطق سيطرتها وخلال الأعوام الماضية عملت ميليشيا الحوثي على تجريف المناهج التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية خدمة لأفكارها العنصرية وحذفة الفتوحات الإسلامية وسير الصحابة وأمهات المؤمنين من المناهج التعليمية بهدف إنشاء أجيال منسلخة عن هويتها وعقيدتها وهويتها اليمنية العربية أكد صحفيون وحقوقيون يمنيون على ضرورة محاسبة قتلة الصحفي الاستقصائي محمد العبسي الذي قتل مسموما في ظروف غامضة في العاصمة المختطفة صنعاء قبل ستة أعوام جاء ذلك في فعالية لإحياء ذكرى الجريمة الآثمة نظمتها مؤسسة قرار للإعلام والتنمية بالشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين وقسم الإعلام بجامعة تعز إحياء للذكرى السادسة لاغتياله تحت شعار محمد العبسي حضور الحقيقة وإفلات القتلة وجدد الصحفيون الحاضرون في ختام الفعالية مطالبتهم الحكومة بتحريك ملف القضية قانونيا وفتح تحقيق فيها لضمان عدم إفلات قتلة الشهيد العبسي من العقاب وجه محافظ تعز نبيل شمسان مساء أمس بتوفير كمية عاجلة من الديزل لهيئة مستشفى الثورة العام وتشكيل لجنة لإجراء المراجعات والمعالجات الناجعة وأوضح مكتب المحافظ في بلاغ صحفي أن التوجيهات شملت توفير كمية إسعافية من موارد السلطة للحيلولة دون توقف الخدمات الطبية والعلاجية في هيئة مستشفى الثورة كما قضت التوجيهات بوضع الحلول والمعالجات الدائمة التي تضمن عدم تكرار هذه الإشكاليات التي تعدي إلى توقف الخدمات الطبية لبعض الأقسام وكانت إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز أعلنت في وقت سابق توقف الخدمات في المستشفى جراء نفاذ مادة الديزل وقالت إن الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات وفي بقية الأقسام الأخرى عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديد اجتماعا لها تحت شعار عام التحدي والإنجاز وقال رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح شيخ يحيى منصر إن العقادة هيئة الشورى المحلية يأتي في ظل التزام الإصلاح بالديمقراطية وببرنامجه السياسي الوطني وأكد منصر على أهمية أن يطلع الإصلاح بدوره في مناقشة مسار أدائه التنظيمي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وقيم الحرية وشددت هيئة شورى إصلاح الحديدة على ضرورة أن يطلع الجميع بدورهم في الحكومة والشرعية وقوات الجيش والقوات المشتركة في الاستجابة لمطالب أبناء اتهام وتطلعاتهم في تحرير محافظتهم من ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعت هيئة شورى إصلاح الحديدة أبناء المحافظة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لتحرير اتهامة من براثن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعبت وتقتل وتنهب الأرض والإنسان في اتهامة قالت دراسة اقتصادية حديثة إن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي تجاوزت مليار ونصف المليار دولار وذكرت دراسة تمويل التنمية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتمويل من منظمة اليونسف أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج بلغ في المتوسط 217 مليون دولار سنويا خلال الفترة من 2014 وحتى الفترة 2021 لتذلك فيما تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية مضايقاتها للتجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها وشن حملات متواصلة لجمع جبايات نقدية بالقوة تحت مسميات تمويل المناسبات وجبهات القتال قالت مصادر حقوقية في محافظة إب إن ميليشيا الحوثي اختطفت مئات الأمناء الشرعيين في مختلف مديريات المحافظة تحت ذرائع عديدة تهدف لابتزازهم وإزاحتهم من أعمالهم وإحلال عناصر حوثية بدل عنهم ووضحت المصادر أن الأمناء الذين تم اختطافهم سابقا سبق وأن تعرضوا لاختطافات سابقة وانتهاكات عدة خلال الأعوام الماضية وتم إحلال العديد من العناصر الحوثية كأمناء غير أن الميليشيا لم تتمكن من إحلال جميع عناصرها لتعود بحملة مماثلة لتحقيق أهداف سابقة صارت مكشوفة لدى أبناء المحافظة يشار إلى أن ميليشيا الحوثية تمارس انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة في محافظة إب منذ احتلالها في العام 2014 أكدت مصادر محلية في مديرية حوث التابعة لمحافظة عمران مقتل وإصابة أربع أشخاص يوم أمس بسبب خلافات بينية على قطعة أرض ووضحت المصادر مقتل المواطنين صالح حسين القص ومحمد هاد القص وإصابة شخصين آخرين جراء خلافات على قطعة أرض وأشرت المصادر إلى أن الخلافات بين الطرفين مستمرة منذ ما يقارب العام نتيجة مماطلة ميليشيا الحوثي في حل الخلافات وإصرارها على تغذية النزاعات والثارات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها شيعا يوم أمس في مدينة مارب جثمان الفقد البطل العقيد مسعد عباد الخبزي قائد كتيبة الرئاسة باللواء 177 والذي وفاه الأجل وهو يؤذي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية وجرت مراسم التشيع للفقد الخبزي بحضور وكيل محافظة البيضاء الشيخ سينان مقبل جرعون ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول وعدد من قيادات اللواء 177 وزملاء ورفاق السلاح للفقيد وجمع غفير من أهله ومحبيه وشد المشيعون بمناقب الفقيد العقيد مسعد الخبزي وأدواره البطولية في مقارعة ميليشيا الحوثية الإرهابية الكهنوتية في جبهات القتال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد علان وخروهن سواه فقيد الوطن العقيد مسعد عباد علي الخبزي من شكله برحيله خسارة على صف الأحرار وعلى صف الصادقين والوطن بشكل عام جضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عنه تولى العديد من المناصب قبل الإنقلاب وفي مواجهة الإنقلاب كان آخرها قائدا لكتيبة الرئاسة في اللواء 177 المشاهر كان قائدا يتميز بالأخلاق العالية التي كسببها حب رفاق السلاح وحب المجتمع بشكل عام ومن الصادقين في تضحيته الذي لبذل الغالي والنفيس رحم الله العقيد مسعد عباد الخبزي كان بطلا من أبطال قيفة ورداء والبيضاء هامة من الهامات الذي يندر أن نجد مثلها وسيظل الخسارة على المنطقة وعلى المحافظة وعلى اليمن بشكل عام رحمه الله نسأله الرحمة ونسأله أن يقفر منه ويتقبله مع الشهداء والصالحين رحم الله الفقيد الشيخ مسعد عباد الخبزي واسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان هذا الرجل الذي ما عرفنا منه المواقف الصادقة الرجل الذي ما جبها فتحة إلا ودخلها ما شعب إلا ويزع فيه هذا الرجل عرفناه صادقا مع أفراده أو مع زملائه أو مع الشرعيه بكامل هذا الرجل عرفنا منه المواقف الشجاعة وتعلمنا منه المواقف كيف نخرج منها وتعلمنا منه الدروس كيف نبقى رجال وكيف يعظنا في مواقهة العدو انتزع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان أكثر من ألف لغم خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2022 كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في عدد من محافظات البلاد وأوضح المركز في بيان أن الألغام المنزوعة شملت 26 لغما مضادا للأفراد و161 لغما مضادا للدبابات و827 ذخيرة غير متفجرة و14 عبوة ناسفة ودد مركز الملك سلمان حرص المملكة العربية السعودية على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والإسهام في مساعدة اليمنيين لعيش حياة كريمة بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحي بيح مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين بلدين الشقيقين في مجال التنمية السكانية وثمن وزير الصحة دعم المملكة لليمن في مختلف المجالات واستعرض التحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي على الدولة وانعكاسات التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكوناته الاجتماعية إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام في سياق مشاريعه المهمة في قطاع التعليم قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بترميم عدد من المدارس في وادي حضرموت وإعادة تأهيل الصفوف الدراسية وملحقاتها وتزويد المدارس بالأدوات اللازمة لسير العملية التعليمية بالإضافة إلى توزيع حقائب وزي مدرسي لأكثر من ألف طالب المزيد في التقرير التالي عودة تأهيل المدارس وترميمها في عدد من مديريات وادي حضرموت بعد أن أصابها الإهمال ونخرت فيها عوامل الزمان المتسارعة وأصبحت خارجة عن نطاق الخدمة التي أنشئت لأجلها هي مبادرة أقدم عليها اتلاف الخير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن نحن اليوم في أوائل افتتاح تأهيل مدرستين في محافظة حضرموت ووادي حضرموت هذه المدرستين من ضمن سبع مدارس تستهدف محافظة حضرموت نحن حقيقة اليوم سعداء جدا لأننا شركاء مع عودة تأهيل المدارس وإدخالها إلى نطاق الخدمة لتؤدي رسالتها السامية بعد أن ضعف دور السلطات القيام بواجبها في تهيئة دور العلم فالمدارس تشهد إقبالا كثيرا وازدحاما على مقاعدها نظرا لعمليات النزوح المستمرة إلى مناطق حضرموت والآن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الإغاثة والملك سلمان هذا كله قاموا وحولوا بيئتنا من البيئة الماضية القديمة المتهالكة البيئة الصفية إلى مدرسة قابلة للتعلم والتعليم واستقبال كل ما يمكن استقباله سواء للطالب أو للمعلم أو الإدارة شاكرين كثيرا للمركز الملك سلمان أن تكون هناك شراكة بناع الإنسان نريد لهذا الشراكة أن تستمر وتتنامى ونعول عليها كثيرا في بناء جيل متعلم توفر له كافة وسائل التعليم الحديثي إن شاء الله فالعملية التعليمية في حضرموت تمشي بوتيرة متوسطة لوجود عدد من المشكلات المتعلقة بازدحام الصفوف وغياب الكتاب المدرسي إضافة إلى تسرب الطلاب عن مقاعد الدراسة لعدم قدرة أولياء الأمور على تحمل مصاريف التعليم نظرا لارتفاع الأسعار وقلة الأعمال فمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تدخل بتوزيع حقائب وزي مدرسي لأكثر من ألف طالب وطالبة لأجل مساعدتهم على مواصلة التعليم نشكر الملك سلمان على توزيع الحقائب المرتفعة على الأسعار وهذا يوفر على أبانا ونشكره إن شاء الله يكفقه إن شاء الله التدخلات في مجالات التعليم لا شك أنها ستضفي لمسات جميلة على أداء العملية التعليمية وتحسين دورها نحو الأفضل مما سينعكس إيجابيا على مستوى الطلاب وتحسين مستواهم التعليمي فهم براماته قناة سهيل وادي حضر موت دعت حلقة نقاشية وقيمة يوم أمس في مارب على هامش معرض الكتاب الثاني إلى بلورة مشروع عربي متكامل لحماية الأمن القومي العربي من الأطماع والمخاطر التي يمر بها جراء تدخلات الإيرانية وأنشطة ميليشياتها الإرهابية في المنطقة العربية وإشارة الحلقة التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بعنوان الأمن العربي في ظل المتغيرات الدولية أشار إلى أن بلاغ الرياض الصادر عن القمة العربية الصينية التي عقدت في المملكة كشفت عن ملامح تشكيل مشروع أمني عربي مشترك بقيادة سعودية مصرية لمواجهة التهديدات للأمن العربي وأمن البحر الأحمر في ظل الصراع الدولي والدور الإيراني التوسعي لالتهام الدول العربية قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها ساعدت 3700 مهاجر أثيوبي في اليمن للعودة طوعا إلى ديارهم منذ بداية العام الجاري 2022 وأوضحت منظمة الهجرة أن رحلات برنامج العودة الطوعي تمثل شريان حياة حاسم للمهاجرين في اليمن الذين يرغبون في مغادرة الوضع الخطير والعودة إلى بلدانهم الأصلية وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق وصول أكثر من 67000 مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الجاري تشنى مكتب التربية والتعليم في تعز المسابقة القرآنية بمشاركة 100 مدرسة وأكثر من 400 طالب وطالبة تستمر لمدة أسبوع كامل بنسختها الثالثة دشنت شعبة التعليم وإدارة الأنشطة المدرسية مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى المحافظة هذا العام بدعم من جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة قبل العام الماضي سابقت بفئة العشرة وبحمد الله حصلت على المركز الرابع وهذا العام سابقت بالعشرين جزءا ولحبنا للقرآن لأنه شفيع لنا يوم القيامة ولأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولأنه شفيع لنا ونبس والدينا تاقل القخار أكثر من مئة مدرسة حكومية وأهدية من المدينة والريف سيدخلون المنافسة على مدى أسبوع كامل بفئة خمس أجزاء وعشرة وعشرون وفئة الثلاثين جزء وفئة الأربعين النووية بمشاركة أربع مئة طالب وطالبة مؤسسة الدعاء العلمية هي مؤسسة علمية تهتم في الجانب العلمي وعلى رأس الجانب العلمي سيكون القرآن الكريم والسنة النبوية وواجب علينا أن ندعم هذا الجانب لما يشهد هذه المرحلة من الأفكار الدقيلة على مجتمعاتنا يظل الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية هو الحصن الذي يحمي مجتمعنا وأبنائنا في هذه المدينة حرصنا على قامة المساعدة القرآن الكريم من حرصنا على تعزيز دور كتاب الله عز وجل والسنة النبي في وقدان ونفوس أبنائنا والطلاب هذه المسابقة هذا العام العدد الكبير جدا شاركت معنا مديريات قديدة في مديرات الريف كانت تفاعل ملحوظ والموس في مديرات الريف ومديرات المدينة نلاحظ أن هناك أيضا تكريم للطلاب في مديرات الريف فخرا واعتزاز بالقرآن الكريم وتنافس بين المدارس والمؤسسات والجمعيات على تحفيظه وتعليمه وتشجيع الطلاب والشباب على المنافسة طوال العام وما هذه المسابقة؟ إلا تدشينا لمسابقات وتنافس كبير ستشهده السنة القادمة 2023 ميلادية أقامت مؤسسة معكم التنموية الحفل الختامي لبرنامج مهنة بين يدي في نسخته السادسة في مركز الجنة للتدريب والتأهيل بمناسبة تخرج 15 متدربا في مجال التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية رافقت تدريب تطبيقات ميدانية طوعية لاكتساب الخبرات من واقع السوق كما شمل البرنامج دورات في ريادة الأعمال لإكساب المتدربين مهارات دراسية في دراسة السوق وتجهيز الدراسات والتكاليف المالية للمشاريع بالإضافة إلى دورة في السلامة المهنية أنجز أهالي قرية الضياء في مديرية سامع جنوبي تعز ست مبادرات مجتمعية تطوعية خلال الثلاثة الأشهر الماضية هذه المبادرات المجتمعية شملت إصلاح خمس طرق فرعية وعيرة في عدد من مداخل القرية وبركة خاصة بالسقية كما أنجز الأهالي بناء بركة للسقيء والفائدة المجتمعية في قاع الوادي وبدأ المزارعون يستفيدون منها وجاءت هذه المبادرات بعد بضعة أشهر من إنجاز الأهالي لجدار حماية في طريق القرية بطول سبعين مترا وارتفاع مترين ونصف بمبادرة مجتمعية طلب صيدو المهرى السلطة المحلية بالتدخل لوقف الجرف العشوائي للأسماك محدرين من خطورة هذه الظاهرة والتي تهدد الثروة السمكية ومصدر رزق الكثير من أسر المحافظة جرف عشوائي لم يؤثر على الثروة السمكية فحسب بل وصلت أضراره إلى الحياة المعيشية للصيادين خاصة بمحافظة المهرى التي يعتمد جزءا كبيرا من سكانها على هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر ومع توسع انتشار هذه الظاهرة المهددة للمخزون السمكي مؤخرا في ظل غياب الرقابة البحرية تحرك الصيادون لمواجهة تلك التحديات والمطالبة بوقف الصيد غير القانونية نحن صيادين من أبناء محافظة المهرى تمام من حوفي لمديرية المسيلة لمديرية سحود قشن حصوين جميع مديريات الغيظة جميع مديريات الساحل لمديريات المتضررة من الجرف العشوائي بشكل عام جرف ساردين العيد والجرف الصيد والجرف الربيان والجرف الحميرة جميع جرف بشكل عام والغوص والشباك السليك جميع الحياة المتضررة نحن صيادين على الله ثم نطلب من السعادة المحافظ محمد علي ياسر والسلطة المحلية والوكلاء والمدراء العموم من جميع المديريات والأمن وخفر السواحل والشرطة والجيش بشكل عام جميع الأمن أن يستعدوا مع الصيدين تصعيد لم يقتصر على هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات أمام مبنى المحافظة بل قاموا بتشكيل لجنة لعرض معاناتهم على طاولة المعنيين وكل آمالهم معلقة على نتائج هذا اللقاء الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة للوقوف أمام ظاهرة القرف القائر للأسماك تدمير الثروة السماكية تدمير كامل هذا الشرطوان الشبك الشرطوان والاستيادة العشوائي هذا تدمير كامل الثروة السماكية الآن البحر انهارت الأسماك راحت وانهارت الثروة السماكية بيكملها الآن حتى الخصالة ما يخصروا بعض الناس يروح البحر ويجيو بسبب الشرطوانات والاستيادة العشوائي وسائل كثيرة يستخدمها البعض لتقريف المخزون السماكي أبرزها الشرطوانات لقني الأرباح دون الاكتراث لحجم الأضرار المستقبلية المهددة للثروة الوطنية وضع يستدعي من الإدارات المختصة والأجهزة الأمنية تكثف جهودها وتنظيم عملية الاستياد وفقا لللوائح القانونية وتفعيل الدور الرقابي للحفاظ على الأسماك من الاستنزاف بشكل دائم أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى وكان قد وجه محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر الجهة المختصة بوضع آلية لتنظيم الاستياد واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد المخالفين والعابثين بالثروة السماكية جاء ذلك خلال لقائه بممثلين عن الصيادين بالمحافظة لمناقشة شكاوى وهموم الصيادين بشأن ظاهرة الجرف العشوائي والأضرار التي تتعرض لها الثروة السماكية وانعكاساتها على واقع وحياة الصيادين المعيشية وأكد المحافظ بن ياسر على ضرورة مكافحة الجرف العشوائي وتتبع المخالفين لقانون الاستياد وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على مظاهر الجرف والصيد الجائر وتفعيل دور الرقابة البحرية ومنع استخدام الوسائل المحظورة قانونيا في عملية الاستياد شدد محافظ محافظات المهرى محمد علي ياسر على ضرورة استكمال مشروع إعادة تأهيل وإصلاح الطرقات المتضررة في مديرية الغيظة مؤكدا حرص السلطة المحلية على متابعة وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة في المشاريع الخدمية وثمن المحافظ بن ياسر الجهود التي تبدلها الفرق العاملة والطواقم الفنية والإشرافية بمؤسسة الطرق والجسور وإدارة الأشغال العامة بالمحافظة ويشمل مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة الغيظة أعمال التوسع للتقاطعات والشوارع الرئيسة لشارع البنوك وشارع الأمن السياسي وترميم الحفريات في شارع الزراعة وشارع الزعفران ويأتي ذلك ضمن جهود السلطة المحلية لتأهيل الشوارع الداخلية في مدينة الغيظة اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامر اليوم على خطط وبرامج اتحاد الملتقيات التطوعية بوادي حضرموت واستمع الوكيل العامري إلى شرح حول نشاط الاتحاد الذي تم تأسيسه في منتصف سبتمبر من العام 2015 بهدف تطوير أوضاع الملتقيات الشبابية وتوحيد جهودهم واستثمار طاقاتهم في التنمية والعمل إلى ذلك التقى الوكيل العامري بقيادة اتحاد الطلاب بجامعة السيئون واستعرض جهود السلطة المحلية وتدخلاتها في سبيل استقرار العملية التعليمية إلى جانب اهتمامها بالبنى التحتية للجامعة منذ التأسيس يواصل مكتب الشباب والرياضة وفرع اللجنة الثقافية والاجتماعية لشباب أندية محافظة شبوة استعداداته لإقامة يوم ثقافي لشباب الأندية في المحافظة خلال الأيام وفي هذا السياق رأس القائم بأعمال مدير عام مكتب الشباب والرياضة في شبوة سالم ظويفر رأس اجتماعا لأعضاء لجان التحكيم التي ستتولى إدارة المسابقات الثقافية المتنوعة التي سيشهدها اليوم الثقافي وأشدد ظويفر على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح فعالية الحدث الرياضي بالصورة المنشودة مشيرا إلى أن فعالية الحدث تشمل مسابقات ثقافية فكرية ومساجلات شعرية ومسابقات في الغناء والإنشاد وفي الإصدارات الثقافية والإعلامية النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها منظمة سام تؤكد أن ميليشيا الحوثية أصدرت أربعمائة أمر إعدام وعالفين واثين وعشرين عام حوثي أسود بحق الصحوظيين هيئة شورى إصلاح الحديدة تشدد على ضرورة دعم استكمال عملية تحرير المحافظة وإنهاء معاناة المواطنين استمرار عملية الجرف العشوائي للأسماك في المهرة وصيادوا المحافظة يحذرون من خطر هذه الظاهرات في ختام النشرة لكم مني أطيب المناتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة